موسيقى موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان برحب فيكم باسم الرب يسوع له كل المجد موضوع الحلقة موضوع في غاية الأهمية ورح ألقي الضوء على هذا الموضوع بعنوان طبعا الموضوع لماذا لا نعترف كعرب بخطايا الماضي الغرض من هذا الموضوع هو ليس استفزاز والغرض من الموضوع ليس لوضع أي أمة أو شعب بمستوى أدنى أو أرفع أمة ولكن أنا أتكلم عن مبدأ كتابي واضح فلألا نبتدأ نحلل ونفكر بطرق مختلفة أنا قلبي على شعبي بحب بلادنا العربية ودايما أنا بصلي من كل قلبي من أجل الحكام من أجل الرؤساء من أجل السياسيين من أجل رجال الدين من أجل شعوبنا كثير من شعوبنا مطحونة كثير من شعوبنا عم بتعاني من الأمرين سواء من ظروف قاهرة صعبة جدا كثير من العائلات بالكاد أن تجد لقمة العيش وعن بتجاهد وبتحارب ليلا ونهارا حتى تهتم بالعلي والظروف المعاشية وعدم التطور وكل هذه الأمور مهمة جدا نفحصها في ضوء كلمة الله ليه؟ إنه إحنا كعرب طبعا بالمقارن مع شعوب أخرى لا نعترف بأخطاء الماضي أو بخطايا الماضي ولربما إذا اعترفنا يمكن هذا نصف العلاج بخلينا ندرك ونفكر شو هي المشكلة وشو اللي صار وماذا حدث وهذا بساعدنا إنه نجد الحل ونتفادى ونتحاشى أي أخطاء في الحاضر أو في المستقبل مرة تاني أحبائي قلوبنا تدمى من أجل ما حدث في تركيا وفي سوريا صعب الواحد يعبر عن هذا الموضوع بكل معنى الكلمة يعني صعب 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 جدا قلبنا مع كل العائلات اللي فقدوا أحبائهم بنعزيكوا وربنا فعلا يسندكوا في هذه الأوضاع الحرجة والصعبة وبصلي حماية على البقية وكل المتضررين اللي خسروا بيوتهم وخسروا ممتلكاتهم بصلي إنه الرب يعودهم كل العائلات اللي خسرت الأرواح وطبعا هذا صعب يستوعب الإنسان ربنا يعزيكوا وبصلي من أجل تعويض إلهي ومن أجل بركة إلهية على شعوب تركيا وسوريا أنا رحت عدة مرات على سوريا وهذا الشعب عزيز على قلبي وغالي جدا فأنا دايما برفع هذا البلد في صلواتي ولكن عنوان الموضوع ليس له طبعا علاقة بما حدث لأنه ما حدث ممكن أن يحدث في أي بلد في العالم فإحنا كلنا متساوين أمام الله نحتاج نعمة الرب وفعلا محتاجين رحمة الرب يعني هاي الكلمة كلمة الرحمة لما بفوت على السوشال ميديا عم بجدها متكررة مئات بل ألاف المرات رحمتك يا رب رحمتك يا رب وفعلا إحنا منكرر نفس التعبير رحمتك يا رب يا رب ارحم وربنا يشفي كل القلوب المجروحة ويعز كل الحزانة والرب يسترد كل مسلوب ابقوا معي حتى أتكلم عن هذا الموضوع المهم ترجمة نانسي قنقر أهلا إخوتي وأخواتي الأحباء حديث عن لماذا لا نعترف كعرب بخطايا الماضي وأقول هذا التعبير كعرب مثل ما ذكرت في البداية ليس لأي شيء مغرض ولكن من محبة ومن رؤية إنه الله ممكن يغير الأمور إذا اتخذناها في المصار الصحيح أول شيء إخوتي وأخواتي خليني أبتدي من الكتاب المقدس من كلمة الله بكل وضوح أحبائي الكتاب المقدس لا يخفي خطايا الشعوب والأنبياء في الماضي بل يذكرها بكل وضوح الكتاب المقدس أحبائي ما بيخفي أي خطية بيتكلم عنها بكل وضوح وطبعا للذين يتهمون بتحريف الكتاب المقدس مع إنه استحالة تحريف الكتاب المقدس لو أراد اليهود أن يحرفوا التوراة لكان لغوا هذه الآيات اللي فيها بتتكلم عن خطايا الشعوب هذه الخطايا التي تسبب إحراجا لهم أو لربما شالوا الآيات اللي بتتكلم عن مجيء المسيح فمش بس خطايا الشعوب الكتاب المقدس بيذكر حتى خطايا الأنبياء فمثلا آدم أخطأ وعصى ربه والكتاب بيتكلم عن خطية آدم كممثل رئيسي للجنس البشري وإحنا اتورثنا الطبيعة الخطاءة الساقطة من آدم وهكذا أحبائي إذ أخطأ الجميع في آدم واجتاز الموت في أو إلى الجميع ولكن برضو الكتاب بيذكر خطايا الأنبياء فمثلا نوح اللي يعتبر البار والطقي مكتوب إنه سكر ولما سكر اتعرى وطبعا منشوف إنه كيف البشرية توزعت من أولاده وكيف وضع لعنة على كنعان واحد من أحفاد نوح فإذا نوح سكر واتعرى والكتاب بيتكلم بشكل واضح بيتكلم عن إبراهيم أبو المؤمنين إنه كذب بيتكلم عن يعقوب واحد من الآباء خدع كان شخص مخادع بيتكلم عن لوط أحبائي بسبب إنه كان مؤمن جسده مع إنه كان بار ولكن برضو الكتاب يتكلم عن بناته وكيف زنت مع والدهم موسى النبي قتل داود زنى وقتل سليمان اللي هو نبي وحكيم يعتبر واحد من أعظم الحكماء تزوج بنساء كثيرات والنتيجة إنه قادوه أو أزاغوا وأملنا قلبه لعبادة آلهة أخرى والجدير بالذكر حتى هؤلاء الأنبياء اللي تزوج أكتر من زوجه بتشوف العواقب الوخيمة لأنه عملوا شيء ضد إرادة الله إرادة الله من البدء خلقهما ذكرا وأنثى يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته فيكون الاثنان جسدا واحدا ما جمعه الله لا يفرقه إنسان وكرر هذا الكلام الرب يسوع له كل المجد في العهد الجديد منشوف إنه بطرس أنكر يسوع المسيح منشوف إنه يحنى ويعقوب أخوه أرادوا أن ينزلوا نار من السماء على قرية واحدة من قرى السامريين والرب يسوع عبر إنه هذه ليست مشيئته وليست إرادته وليست روحه لكن المسيح جاء ليخلص لا ليهلك أنفس الناس الكتاب المقدس بيذكر خطايا إسرائيل وبالتفصيل وبيتكلم عن الأسباب وما حدث وماذا حدث لهم بسبب الخطايا والنتائج لهذه الخطايا منها السبي الأشوري للمملكة الشمالية الأصباط العشر السبي الأشوري سنة 722 قبل الميلاد ثم سبي يهوذة سنة 586 قبل الميلاد بل بالعكس نبو خد نصر دمر أورشليم ودمر الهيكل أيضا نبوة المسيح عن الهيكل الرومان في سنة 70 ميلادي دمروا أورشليم تدميرا كاملا ودمروا الهيكل وقشتوا الذهب من الحجارة ولم يبقى حجر على حجر في أورشليم مش بس هي حتى في سنة 232 إلى 135 إليا أو هيدريانوس الإمبراطور هيدريانوس دمر أورشليم بالكامل وبنى مذبح للإله الزوز فوق القبر المقدس وين المسيح قام من الأموات وضل هذا الشيء لفترة حوالي 200 سنة إلى مجيء قسطنطين وحكم وابتدى بالتسامح الديني وهي الأحداث كلها تمت يعني المفروض شعب إسرائيل شعب الله في القديم ومع كل هذا إن الله لا يساير الخطيئة بل أجرة الخطيئة هي موت أو كما يقول كتاب حاشلي الأمة التي تخطئ عني أبيدها عن وجه الأرض البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطيئة فسواء الشعوب والشعوب المجاورة كل الشعوب المجاورة للأراضي المقدسة اتنبأوا الأنبياء إذا بتقرأ في نبوات الأنبياء كيف تم بيذكروا بعدة خطيئهم وبيذكر مين اللي راح يدمرهم وبيذكر عن وسيلة التدمير وبعض من هاي البلدان لم تقم حتى يومنا هذا ولكن مع هذا الكتاب المقدس يتنبأ عن مجيء المخلص الإعلان الكامل الشخص الكامل الإعلان الأخير الذي لا إعلان بعد هذا الإعلان الوحيد الكامل هو شخص ربنا يسوع المسيح بلا خطيئة الوحيد الكامل الوحيد اللي استطاع أن يرضي ويوفي مطالب الله يقول الكتاب المقدس مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة الرب أمثال 17 آية 15 مكتوب أيضا من يكتم خطايا لا ينجح ومن يقر بها ويتركها يرحم سفر الأمثال إصحاح 28 والآية 13 ونعاوز أقول أحباء أنه كل ما حدث في العهد القديم العهد الجديد بيعطي ثلاث يعني أمثلة حتى إحنا نتذكر نحذر نتفادى نتحاشى نتعلم نتذكر خطايا الأسبقين مكتوب أحبائي الشيء الأول وهذه الأمور حدثت مثالا لنا كورونتوس الأولى أصحاح 10 والآية 6 بيتكلم عن كيف شعب إسرائيل في البرية رفض وترك وبيتكلم عن عقاب الله وحتى في سفر القضاء بيتكلم عن خطيتهم وكيف الله يعني استخدم الشعوب لإذلالهم وعبديتهم وكيف صلوا والرب أرسل المخلص يقول الكتاب المقدس فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور إذن من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط كورونتوس الأولى عشرة من يظن أنه قائم يعني كل هاي الخطايا اللي حدثت في الماضي العهد الجديد بقول أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا ولألا نرتفع ونتكبر ونتجبر اللي نفكر حاله أنه يعني أنه أفضل واللي أحسن يقول من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط شيء تاني في تيموثاوس الأولى إصحاح التالت والآية ستة عشر مكتوب كل الكتاب كلمة الله الكاملة كل الكتاب هو موحى بها من الله نافع لاحظة للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح فإذا النقطة الأولى كانت مثال حتى تنذرنا هنا أحب أن يقول كل الكتاب بعهديه القديم والجديد نافع مش بس موحى به من الله الله تنفس في الأنبياء فكلمة الله كلام الله نافع للتعليم يعني المضمون التعليمي التوجيه الإلهي نافع للتوبيخ يعني فيه تأنيب على السلوك الخاطئ فيه تأنيب على العقيدة الخاطئة فالكتاب يفضح الخطيئة ولكن أيضا يعالج الخطيئة يقدم العلاج في في عبرانيين أربعة آية 12 مكتوب لأن كلمة الله فإن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح بكمل بقول مميزة أفكار القلب ونياته كل شيء عريان ومكشوف أمام عيني الرب فإذن يعني بيوبخنا بيفضحنا ولكن بعالجنا الشيء التاني التقويم يعني شو التقويم أن تقوم الشيء هو إعادة الشيء إلى حالته الصحيحة مش بس الكتاب بيوبخنا ولكن يرجع الخاطر إلى السلوك والعيش بالطقوة بصحح الأمور التأديم الله كتير مرات بيسمح للتأديم ولكن الذي في البر التهذيب والتأديم من ناحية إيجابية حتى يكون إنسان الله رجل الله بكل معنى الكلمة يعني رجل الله الذي يعلن الحق الله أو يعلن الحق الإلهي والحق الكتاب يكون كاملا متأهبا متفاديا متحاشيا أخطاء الماضي بينذرنا بعلمنا بقومنا لكي نتأهب نتجهز لكل عمل صالح لمجد الرب والشيء الثالث مكتوب لأن كل ما سبق فكتب كتب لأجل تعليمنا حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء روميا إصحاح خمسة عشر والآية أربعة عشر فمنشوف أحبائي الكتاب المقدس يظهر بشاعة الخطية ومن ناحية تاني يظهر عواقب ونتائج الخطية لكن من ناحية أخرى يظهر لنا قداسة الرب الرهيبة كل شيء عريان ومكشوف أمامه يظهر لنا الكتاب المقدس أننا استحال أن نرضي الله حتى الأنبياء بيذكر خطيهم استحال أن ترضي الله بأعمالك بتقواك في برك حتى في الذبائح وحتى في أي عمل صالح كلها كخرقة يعني قماش نجس أمام الله ولكن من ناحية تاني الكتاب المقدس يظهر لنا المخلص ربنا يسوع المسيح الكامل فطبعا اللي هو فيه كمالنا فيه برنا وهو أيضا حياتنا فإذا ماذا نعمل أحباء عندما نقرأ هذه الآيات أولا علينا أن نواجه أنفسنا بشجاعة إذا أردنا الشفاء ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أنها أحباء حبيت أبتدي من الكتاب المقدس لأنه الكتاب المقدس واضح جدا بيتكلم عن إبادة شعوب مثل إبادة كنعان وقتل كل شيء لأنه مكتوب أنا الرب ومجد لا أعطيه لآخر ولا تسبيحي للمنحوتات حتى الشجر اللي كان يستخدم في العبادة للمنحوتات الرب أمر بحرقها حتى الحيوانات التي كانت تستخدم أمر بإبادتها حتى الشعوب التي مارست أشنع وأفضع وأقبح الخطايا أمر الرب بإبادتها after all الرب هو الرب له السيادة والسلطان المطلق الكامل على حياة البشر هو الذي يخلق ويجدد أيضا فمن يستطيع أن يسأل الله ومن يستطيع أن يقاوم الله ومن يستطيع أن يسأل عن حكمة الله في الموضوع ولكن كل الغرض من البداية سواء لتعليمنا إنذارنا مثالا للتعليم والتوبيخ للتقويم والتقديم لكل هذه الأمور التي ذكرتها حتى ننتبه حتى نحضر نتعلم أن الله قدوس عيناء أطهر من أن تنظر الشر الله بار في كل طرقه الله عادل أجرة الخطيئة موت أما هبت الله فهي حياة أبدية في المسيح يسوع ربنا فالله لا يتغير وصفات الله تسير بتناغم وتناصق وانسجام مئتام سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد يمكن في العهد الجديد مش عم بتشوف أنه الله بيؤمر نار أو أرض تفتح تبلع الناس ولكن أصول والمستقبل والمستقبل يستقبل الماضي مضى ولكن شو اللي منتعلمه من الماضي هنا أحبائي الحكمة فكل شعب يعني تعال أدرس كل شعب أكيد بيحكي لك عن شيء غير مشرف أو مخز في تاريخهم في ماضيهم هذه الشعوب اللي منتكلم عنها بالذات شعوب الغرب أوروبا شمال أمريكا أستراليا أوروء إلى آخر لم يزوروا لم يكذبوا لم يحوروا لم يحرفوا اتكتب التاريخ كما هو يمكن أحيانا أشخاص شخص بيكون مغرد ولكن عندما تقرأ الكتابات الأخرى تستطيع أن تستنتج وتستنبط وتستشف من المعلومات حتى يكون في التناصم فإذن كل الشعوب عندها خطايا كل الشعوب عندها ماضي غير مشرف كل الشعوب عندها ماضي مزلم أحبا خلينا أبتدي حتى من الأشخاص اللي تعتبر يعني المقدسة في أمام عيون كثيرة مثلا البابا نفسه بابا روما أقصد اعتذر عما صدر من الكنيسة الكاتوليكية اللي حدث سواء في العصور الوسطى مع شعوب كثيرة ومؤخرا أحبائي ما اكتشف في كندا تعرفوا تعرفوا أنه في كندا اكتشفوا مقابر بالمئات والآلاف من الأطفال مدفنين من السكان الأصليين واعترفوا وتابوا وعوضوا وما زالوا يعوضون تعال للإسبان في فترة اللي كانوا بيكتشفوا فيها الأمريكتين الإسبان فعلوا في شعوب الماين في المكسيك وبعض من بلدان في جنوب أمريكا عملوا أمور من قتل لأنه كانوا بيعتبروه شعوب وثنية مع أنه كان عندهم معلومات وكان عندهم أشياء اللي بتدل أنه كانوا متطورين لليوم لما بتقرأ الكالندر الرزنمات الماين والتقويم بتاعهم وكل الأشياء بتستنتج يعني بتنذهل من كم يعني بيذكروني في المصريين القدماء بتنذهل من الكم الهائل من المعلومات ولأنه كانوا بيعتبروه أوثان ف هاي ولكن يعني برضو اعترفوا بأعمالهم المشينة تعال لأمريكا الشمالية وما فعلته في السكان الأصليين سكان نورث أمريكا شمال أمريكا وطبعا المتاجرة بالعبيد فكل الشعوب هذه الشعوب كتبوا عنها بيتكلموا عنها كوصمة عار في تاريخهم يقروا بها وبعلموها في المدارس وقاموا بالتعويض أن أي شخص في هذه البلاد أي كلمة فيها لمح يعني تلميح عنصري على طول كل السيستم كل نظام البلد يقوم ضد هذا الشخص حتى ألمانيا في العصر الحديث ما زالت تعود إسرائيل عما فعلته في المحرقة النازية خلينا أقول أحبائي بكل صراحة الشعب الوحيد الذي لا يعترف هو العرب وبالتحديد الإسلام وأقولها عن محبة أنا بتكلم فيها عن دراسة مش عن يعني فمثلا تركيا اليوم ما زالت تنكر المذبحة ضد الأرمن والسريان راح فيها حوالي مليون ونص أرمن والسريان معروفة موفقة تاريخيا ومع كل هذا رفض تام بالاعتراف لما دخلت دخل الإسلام دخل طبعا كاحتلال لأنه لو مش احتلال كان بيرسل مئات آلاف من الأئمة حتى يقود الناس يهدو الناس إلى الصراط المستقيم ولكن حقيقة لما منت احنا تعلمنا فأنا بتكلم مش شيء غير واقع أنا بتكلم من احنا في المدرسة من صف الأول للجامعة اتعلمنا عن الفتحات وعن والغريب أنه لما كنا نتعلم بيتكلموا عنها بفتخار باعتزاز بكبرياء مع أنه في ضحايا في ضحايا راحت إما تعطنق الإسلام أو تدفع الجزي أو تقتل وهذا الحال يعني معروف تاريخيا هذا اللي علمونا يا يعني الأساد زي مسلمين اللي علموني هذه المعلومات فأنا لا أتكلم عن شيء يمكن العقلي الثقافي الخلفية تبعتنا بترفض أو بتمنع لأن إحنا نؤمن أن الشعب متفوق أو خير أمة إلى آخر هذا موضوع ثاني هذا بتركه لا إلك ولكن أنا بتكلم على ما يحدث في هذا العالم بما يتكلم عنه الكتاب المقدس ف تحويل يعني مئات وآلاف الكنائس إلى مساجد إذا ما تحولتش هدم آلاف الكنائس حتى نفس الحجارة كانت تستخدم لبناء المساجد قتل مئات الألاف لم تعود بأي شيء بل على النقيد تطالب بكل شيء لأنه حتى اليوم إذا اكتشفوا أي أثر إسلامي بتقوم بتقعد الدنيا على هذا الموضوع فمثلا كتير يعني أنا مش أنا بسترجع عشان لازم انتوب أحبانا الماضي ماضي بغض النظر الشو صار في الماضي احنا عايشين في اليوم بس على الأقل عشان نساعد أنفسنا نطلع من العبودية نطلع نتحرر تكسر القيود من حياتنا تحل البركة على شعوبنا وتروح اللعنة عنها في مشكلة كبيرة يعني طمس الحضارات اللغة والحضارة مثلا المسيحية لما دخلت ما دخلتش بالاحتلال فاتت على مصر والمصريين كانوا بيتكلموا اللغة القبطية القديمة السريان يتكلمون اللغة السريانية الكلدان والأشوريين ويعني الثقافات والحضارات استمرت ولكن تغيروا صاروا مؤمنين في المسيح يسوع لأنه طبعا احنا بالنسبة لنا المسيحيين في فصل الدين عن الدولة فأنا لا أهدد يعني إذا شخص مسيحي ترك وصار مسلم لأنه أصلا الكتاب المقدس يتنبأ عن الارتداد ويتنبأ عن الناس التي تنكر إيمانها وبتبيع إيمانها وتتكلم عن الخيان وتتكلم والكتاب المقدس بيتكلم عن الارتداد وبيتكلم أن المسيحية ليست طريق مفروش في الورد حتى العابرين اللي بيأمنوا في المسيح على طول منقولهم هذا تعليم المسيح إنكار الذات حمل الصليب تعطي كل ما عندك في سبيل الرب يسوع أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه خلاص أنت حياتك بالكامل صارت ملك الرب يسوع ما في شيء بالمسيحية اسمه دولة مسيحية لحتى أمريكا ولا أوروبا بالعكس حتى الدول مثل الصين يعني مثلا فيها مسيحيين مؤمنين أكتر من أغلب دول الغرب مع أنه دولة ترفض المسيحية وتمنع المسيحية وهكذا في دول كثيرة المسيحية هي امتداد ملكوت الله أي نتوج المسيح ربا وملكا على حياتنا بيبتدي ملكوت الله على الأرض ونحصل على الخلاص عندما نقبل ونؤمن بالرب يسوع المسيح فإذن عندها نكرز ونبشر الآخرين في كتير ناس بترفض وفي كتير ناس بتقبل ولكن ما في إرغام ولا في قوة ولا في سيف ولا مما شابه وأيضا لا تستطيع أن تبرر العنف في سبيل نشر الدين إذا بررت العنف والسيف هذا معناته أنه دينك هش أو ضعيف فأنا إيماني ليس ضعيف إلهي ليس ضعيف مسيحي هزم الموت هو حي إلى أبد الأبدين قام من الأموات وهو يتفاعل الآن من خلال أحبائه من خلال الكنيسة من خلال المؤمنين ولكن عندما نطمس اللغة والحضارة والثقافة والتراث وبعدين نطمس الهوية يعني أنا هوية تروح بالكامل فإذا في علامة سؤال كبير أنا محتاج أجاوب عنه كنت بقرأ في في السوشال ميديا على أساس تعرفوا كرة القدم وكلها الأمور شمال أفريقيا وبعدين يعني كانوا بيتكلموا ضد الفرنسيين طبعا إحنا مش منبرر الاستعمار الفرنسي في الجزائر وفي شمال أفريقيا لا ولكن استعمار الفرنسي لم يأتوا ويقولوا الله أكبر مثلا باسم الآب والابن والروح القدس لا أدولا جماعات عندهم طموح عندهم طمع طمعنين في بلاد وما بهم هنش يعني الناس وحضارة الناس ولكن في السوشال ميديا عم بيقولوا آه إحنا قومية عربية لازم نرجع للعرب فلاحظت أنه كتير من الأمازيغ برده لا 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 إحنا لازم نعالج الماضي مش لازم نطمس هويتنا إحنا أمازيغ بالأصل وإحنا عايزين نسترجع ثقافتنا وتراثنا وحضارة الأمازيغ العظيمة جدا اللي كانت معروفة في التاريخ القديم فإذن أحبائي قولي إنه أكون أو كوني أقول هذه الأشياء أنا عش بتكلم ضد شخص ولا ضد جماعة فالكتاب المقدس نفسه كان بيذكر خطايا الشعوب وما فعلته في الشعوب وكيف الله بدين هذه الشعوب بنفس الطريقة اللي تعاملت مع هذه الشعوب تتذكروا في أحرج اللحظات عندما كان يسوع في بستان جد سيماني وعندما جاء يهوذة الخائن وقبل يسوع أمسكوه طبعا الجنود فبطرس تلميذ المسيح بتعصب رح مسك الخنجر وضرب فقطع أذن عبد رئيس الكهنة والأعجب إنه يسوع من المعجزة رد الأذن يا جماعة أليس هذا كفيل نعرف هوية وشخصية المسيح بعدين قال له كيف تكمل الكتب هو جاء بمخطط حتى يموت على الصليب ولكن العبارة اللي ذكرها يسوع لبطرس اللي رد سيفك إلى غمده الذين يأخذون بالسيف كذلك بالسيف يأخذون أو بالسيف يهلكون فإذن العنف يولد عنف والدم يولد دم والقتل يولد الثقر والثقر يعني ما له حد ونهاية وإذا مشينا على مبدأ العين بالعين مع أنه المسيح علم عن المحبة خلينا نسمع من غاندي قال إذا طبقنا مبدأ العين بالعين كل العالم رح يكون عميان رح يكون أعور فإذن اتخيل لو طبقنا الشريع على كل واحد بيسرك نص العالم إديها مقطوعة وأكتر ناس اللي رح تكون إديها مقطوعة هم رجال الدين ورجال السياسي فإذن الكتاب واضح ما بتنزلش عن قداسة الله ولكن يظهر النور ويكشف ويفضع الظلمة فإذا أحبائي إحنا محتاجين فعلا محتاجين نتصالح مع أنفسنا محتاجين نواجه النفس تعرف أنه الشخص الشجاع هو الذي يواجه نفسه وهو الذي يريد أن يتصالح مع الذات إذا تصالحنا مع الله وتصالحنا مع الذوات نتصالح مع كل العالم إذا طبقنا شريعة المسيح في العزة على الجبل فأسعد الناس ما هو يقول يا لسعادة طوبة يا لسعادة هنيئا للشخص تخيل كل العالم بيكون سعيد وغني وقوي ومبارك لا في شعب محتاج ولا في أمة ولا في كبرياء ولا في خطية إذا مشينا على شريعة المسيح والسؤال ليه ما منمشي على شريعة المسيح آه العالم مادي وكل من نظام العالم وفلسفته وقيمه مادية فيحتاج إلى ديانة مادية اللي تتناسب مع هذا العالم ولكن قال يسوع مملكتي ليست من هذا العالم هذا لا يعني إنه لا وجود للمؤمنين لا وجود المؤمنين حتى في قلب قلب الأماكن اللي تعتبر مستحيلة إن يكون فيها صوت مسيحي فأنا عاوز أقول في هاي اللحظات شو راك تتصالح مع ذاتك شو راك تواجه نفسك قبل ما الدين وتتكلم عن يعني الحضرات المصرية القديمة أو الماين أو الكلدان البابليين القدماء والسريان حضرات عريقة حضرات لها وزنها من اكتشافات واختراعات وأمور مزهلة وعظيمة جدا المسيحية لم تلغي هذا الشيء ولكن كانت تنادي بخلاص النفس علاقتك حية مع إله حي مشان هيك المسيح لا يشعر أنه مهدد ولكن طبعا في كتير ناس من المسيحين اللي ببيعوا دينهم بسبب طلاق وبسبب زواج وبسبب وسبب ما في دعا أتكلم ولكن أحبائي المسيحي انتشرت مش عشان تلغي هوية الشعوب على النقيد كانت كل تركيا مسيحية كل شمال أفريقيا مسيحية كل السريان مسيحية كلها الحضارات مسيحية لم تلغى هويتهم لم تلغى ثقافاتهم أو حضاراتهم أو اختراعاتهم إلا في حالات يعني في تاريخ الكنيسة كانوا يهدموا مثلا معبد زوس ولا كده مع أنه اليوم كل شي تغير خلاص ولكن أحبائي يعني أبقيت هذه الثقافات ولكن في هوية جديدة هوية يسوع المسيح تعرفوا حتى في فترة اليونانيين الرومان حتى للعالم ولكن بقيوا في الثقافة اليونانية والحضارة اليونانية والفلسفة اليونانية واللغة اليونانية كانت اللغة الرسمية فإذن أحبائي إحنا لازم نواجه أنفسنا طبعا هنا مش دعو للمسيحيين أنك تروح كاتب لي على صفحات الفيسبوك المسيحية اكشن مش كلام لأنه حب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق ولكن من ناحية تانية أنك تكون مواطن صالح أنت مدعو أنك تكون مواطن صالح بشان هيك في المسيحية ما فيش إش اسمه خياني خيانة وطن المسيحية وطنية بحب وطنهم وبيصلوا من أجل الوطن وبيصلوا من أجل الحكام والرؤساء وكل منهم في منصب عالي يقول الكتاب المقدس لا تقوم الشر لا تنتقم لأنفسكم لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير أحبائي المحبة قوية تهزم الكراهية الغفران يهزم العسيان والحقد والغضب والكراهية النور أقوى من الظلمة والحياة أقوى من ثقافة الموت فالسؤال في هاي اللحظات إيش ردت فعلي لما بسمع مثل هاي كلام مثل هذا الكلام أول شيء أحتاج أن أصلي الصلاة من أجل بلادنا من أجل الحكام أن نحب بلادنا أن نتذكر بلادنا بالخير وحتى الأشخاص اللي ساكنين بالغرب وعندك إمكانيات ساعد بلدك ساعد شعبك الناس اللي بيعانوا في تركيا وسوريا ساعدوا السوريين من فضلكوا ابعتوا تقدماتكم لأي هيئة لأي مكان تساعد إخوتك اللي في سوريا يعني كون شخص عملي حب الجميع بدون أي استثناء الماضي قلنا ماضي مكتوب إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد فلا ترتع من هذا الأمر لأن فوق العال عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما اتذكر الله ما زال على العرش اتذكر الله له الكلمة الأخيرة اتذكر كلمة الكتاب وهو يغير الأوقات والأزمنة يعزل ملوكا وينصب ملوكا إن أرضت الرب طرق إنسان جعل أيضا أعداءه يسالمونهم لربما ما حدث في الماضي مش عشان نرثي ونبكي حظنا بالعكس اللي صار في الماضي محتاجين نصلي بروح الصلاة نعرف ما هي الأسباب وليه الله سمح طالما إنه الله إله الكلمة الأخيرة يمكن في بعض الأمور إحنا محتاجين نواجه أنفسنا فيها إحنا يمكن تركنا الرب وعصينا الرب وسايرنا وتنازلنا وتهادنا على حساب الحق الكتابي ابتدينا نراوغ بالكلمة ابتدينا نستخدم الكتاب لمصلحتنا وأصبحنا تجار الدين واليوم الناس بطلت تثق لا في رجال السياسي ولا حتى في رجال الدين يقول الكتاب لنفحص طرقنا خلينا نفحص ليه كل هذا اللي بصير الله في العهد القديم كان يؤمر بالسيف يعني يستخدم شعب أو أمة ضد أمة أحيانا كان يستخدم الأوبئة أو الجراض أو الجوع وسائل كثيرة إما للتأديم أو للقضاء الإلهي ولكن كان العلاج هو التواضع والانكسار والرجوع أمام الرب وإن أرسلت وبئا على شعبي مكتوب إذا فإذا تواضع الشعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي وراجعوا عن طرقهم الردية فإني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم حبائي ابقوا معي حتى أستكمل الحلقة بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة منها فإذا أحب بقي واضح أنه حضارة العرب عم بتحاول تطغى بكل أشكالها بكل نوعياتها على كل الثقافات والخلفيات والحضارة طبعا يمكن باستثناء بعض الدول الآسيوية المسلمة ما زالوا بيتكلموا لغتهم أو إيران أو تركيا ولكن بشكل عام أنه كان نشر الدين هو نشر اللغة العربية إخوتي وأخواتي أقول هذا الشيء لا على أساس أنك تلغي حضارة أو ثقافة أو تطمس هوية معينة الوطن للجميع وكما يقال أن الدين لله ما هي علاقتك بالرب أعوز أسألك بشكل شخصي حقيقة أنت لما بتسمع هذا الكلام شو اللي بتذور في ذهنك أنا عارف أنه في البعض رح يهاجمني ويكتب كلمات وكوبي بيست كوبي بيست كوبي بيست يعني رح يكرر نفس الكلام ونفس الشيء وبدون أي شرح بدون أي إفادة بدون أي منطق بدون أي شيء اللي عم بقوله أنا أحبائي أي الخطأ طب ما فيه ناس كتير يبتترك الدين وملحدين يعني حتى في الإلحاد الإلحاد هو دين على فكرة كمان يعني مش بهدد الشخص بالقتل إذا رفض الإلحاد ليه إحنا ما بنعت الحرية للاختيار أنت حر أنك تآمن بالشيطان تآمن بأي دين أنت إلك الحرية إلك الحرية أيوة من حقك أنك تتكلم عن دينك من حقك أنك تكرز أو تدعي في دينك أو معتقدك إلى كل الحق ولكن حريتك تصل إلى هذا الحد أنك ما تأذيني ولا أنك أنت تأذي إراتي أو قراراتي لأنه أنت لو أزيت قراراتي آه ممكن تغير وأولادي يمكن بعد هاي يعني جيل جيلين خلاص بيصير في معتقدك ولكن لما منرجع للتاريخ كل هاي الشعوب هل بتراجع أنفسها تيجي تقول في لحظة فعلا أنا عاوز أختار هذا الدين هذا الدين هذا الدين هذا الدين اليوم في الغرب اليوم كتير عم بيلتج إلى العبادات التأملية اللي جاءت من آسيا إلى آخره ما حد بيمنعهم ولا حد بيقتلهم حتى في إسرائيل كتير من اليهود اللي أصبحوا أو صاروا مسيحيين إذا كانوا ساكلر يعني علمانيين أنت حر أنت وإيمانك ومعتقدك إذا كانوا من اليهود المتدينين الأورتدوكس بيعملوا جنازة رمزية جنازة رمزية على الشخص اللي صار مسيحي وكأنه مات أو فعلا بيعتبروا أنه مات بالنسبة لهم ولكن اترك المعتقد لقرار الشخص ولكن هذا علينا أنه نتكلم عنه بحرية وأنك تدعي وتقول وعلى الشخص هو اللي يختار ويقرر هذا الإيمان وحتى إذا قرر أنه يترك مثلا دين لا تهددوا بالقتل أو الرجوع أو حد الردة أو السيف إلى خريه وبعدين ترجع بآيات أخرى تقول إحنا لا إحنا مسالمين لا لا إحنا بدنا نواجه أنفسنا ولازم نتكلم بصراحة عشان إذا اكتشفنا شو هي المشكلة اللي عنينا منها في الماضي إحنا شعوبنا زكية جدا ونعتقد إن شعوبنا إذا فعلا ارجعنا للكتاب أنا بقول لك خمس سنين منكون فعلا من أعظم شعوب العالم هاي يعني مش كبرياء ولكن فعلا عاوز أقول إن الله وضع زكاء في هذه المنطقة اللي هي الشرق الأوسط طيب شو علينا نعمل التوبة التوبة يعني التغيير الفكر التوبة الفردية يعني إنك تدخل مخدعك وتصلي أمام الرب الذي يراك في الخفاء يجازيك على نيثان ولكن فيه توبة جماعية التوبة الجماعية إنه هي مش مش بالخلوة بالعكس أنت بتترك المخدع وبتشترك مع أخوتك توبة جماعية نصرخ للرب من أجل بلادنا وإنه الله ما يدين بلادنا وإنه يجيب الخير والبركة والثمر والحصاد وكل بركات الله ويفتح السماء لمعونة بلادنا فإذا أنا حباقي فيه شيء يسمى توبة عن الآباء وهذا مسكور عدة مرات في الكتاب المقدس منشوف إشارات كثيرة في أصفار الأنبياء من ناحية تاني متشوف التحذيرات الكثيرة للرجوع إلى الرب ما نفعلش كيف آباءنا اللي سبقونا عمله قبل فوات الأوان ولكن للأسف رغم كل تحذيرات الأنبياء لم يسمع الشعب عند والنتيجة كان السبي الأشوري والبابلي والروماني وفي سنة 132 ثروة باركوخفا في أيام هدريانوس وكل هذه الأمور ولكن لما كان يجتمعوا كان يكون لقاء جماعي كان يكون عادة تبتدئ بالتوبة والصوم والصلاة أمام الله وبعد الأحيان كان يقدموا ذبيحة للغفران ذبيحة إثم أو خطية وكانوا دايما في أيام يشي رجعوا إلى الكتاب يقرؤوا الكتاب المقدس بعض الأمثلة في سموئيل الأول إصحاح سبعة قال اجمعوا كل إسرائيل إلى المصفا فأصلي لأجلكم إلى رب في نفس المنطقة على فكرة هزم الفلسطينيون القدماء شعب إسرائيل وأخذوا تبوت الرب تبوت العهد فساموئيه فأصليم 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 وإصليم والرب أعطى انتصار النبي إلي على جبل الكرمل تحدى أنبياء البعل وتحدى الملك أخاب والملكة الساحرة إزابيل والشعب المرتد قال اجمع لي كل إسرائيل على جبل الكرمل وفعلا الرب أنزل نار وسقطوا على الأرض وقالوا الرب هو الله الرب هو الله ثم نزل المطر رجع صلى ورجع المطر مرة تانية هاي الحروبات هي حرب ضد الآلهة فدايما حرب الإله في الكتاب المقدس هو ضد الآلهة الأخرى كما قلت من قبل لا يوجد إله إلا الإله كما مسكور في الكتاب المقدس لا يوجد كتاب إلا الكتاب المقدس لا يوجد طريق للخلاص إلا يسوع المسيح هذا ما يعلمه الكتاب المقدس ثم أحبائي في النبي يؤيل في صح اثنين بنادب الصوم والاعتكاف والصلاة وحتى العريس والعروس والرؤساء والكهنة والرجال دين كلهم يتركوا يخرجوا ويصلوا للرب حتى يسكب الله روحه ويعود عن كل السنين اللي أكلها الجراد في سفر في سفر دانيال لما اكتشف من نبوة دانيال إنه السبي وهذا بدل على شيء بدل على صحة الكتاب ومصداقية الكتاب ارمياء تنبأ إنه رح يكونوا في السبي سبعين سنة وفعلا سبعين سنة تمت والرب أرجعهم في أيام الفرص فإذن دانيال مهم جدا ندرك إنه ابتدى يستغفر ويتوب عن خطايا الآباء نفس الشي النبي أرمية حذر ولكن في مراثي أرمية نراه يبكي على الشعب من أجل خطايا أنبياءها وآثام كهنتها السافكين في وسطه دم الصديقين آباؤنا أخطأوا وليسوا بموجودين ونحن نحمل آثام كتير أمثل في الكتاب المقدس ولكن علينا أحنا أحبائي بالنيابة عن آبائنا نقدم صلوات شفاعية بتوبة جماعية حتى نشوف اختراق قوية في هذه الأيام وفعلا الله يبارك كنيسته وشعوبنا تبتد ترجع إلى الله وتتبارك بكل معنى الكلمة روحيا نفسيا جسديا ماديا إقليميا كل أنواع البركات هل تريد أن تحصل على البركة ابتدي بنفسك واجه نفسك اعترف بخطيتك توب عنها آمن بالرب يسوع المسيح توجه رب وملك على حياتك وإعز من هاي اللحظة أنك تحط حياتك بين ايدين المسيح الرب يبرك اشتركوا في القناة